السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام هنعرف النهاردة تفاصيل كتير جدا عن الفنان الراحل الجميل ممدوح عبدالعليم هنعرف انه تزوج سرا وكمان هنعرف اسباب الخلاف وازاي هي تردت من مصر وكيف تسبب الجم في وفاته الفنان ممدوح عبدالعليم هو اسمه الحقيقي ممدوح محمود عبدالعليم محجوب حصل على درجة البكراليوس في الاقتصاد والعلوم السياسية والتحك بالفرقة الكومية للفنون الشعبية التي كانت بوابته لعالم الفن وتعرف على الاعلامية شافك المنيري للمرة الاولى حينما طلبت اجراء لقاء معه في لندن بعد عرض الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية ومن هنا بدأت قصة حبهم وبعدها بفترة تزوجوا وانجبوا ابنتها الوحيدة هنا واولى تجارب الفنية للفنان ممدوح عبدالعليم هو خلال مسلسل الجنة العزراء وده كان في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش وتزوج الفنان ممدوح عبدالعليم من الفنانة نبيلة وكانت هي زوجته الاولى واشترط عليها بعد زواجهم ان تعتزل التمثيل ووافقت بدون تفكير ولكنها بعد فترة عادة للفن رفضت الابتعاد وكترت المشاكل بينهم وحدث اطلاق ولم ينتج عن هذا الزيجة اي اولاد متدولة بعض الاقويل على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ان كان في قصة حب ما بين نبيلة واعز اصدقاء الفنان ممدوح عبدالعليم وهو المطرب ايمان البحر درويش وقالت نبيلة في العديد من اللقاءات الصحفية قالت انها كانت متزوجة من ايمان البحر درويش وكانوا متزوجين عارفي ولكنها كان دايما بينفي هذا الامر في اغلب لقاءاته الصحفية اما عن طردها من مصر ففي بداية التسعينيات اخدت نبيلة قرار اعتزالها عالم الفن نهائي حيث تعرضت للكثير من الازمات اللي جعلتها تأخذ هذا القرار وخاصة بعد منعها من دخول مصر بعد اتهمها باقامة علاقة غير اخلاقية والذي اتضح فيما بعد ان هذا القرار جاء بناء على اوامر وزير الداخلية حتى يبعدها عن ابنه بعد ان واقع في حبها وتم رفع هذا الحظر بعد وقت قصير وتداولت الاخبار عن زواجها سرا من رجل اعمال اجنبي من اصل لبناني وانها قررت السفر لتعيش معه في السويد اما عن كيف تسبب الجيم في وفاته فتوفى ممدوح عبدالعليم في 5 يناير عام 2016 بعد اصابته بازمة قلبية مفاجأة اثناء ممرسته تمرين الرياضية في صالة الجيم وذلك كان عن عمر يناهز 60 عاما رحم الله الفنان القدير ممدوح عبدالعليم اشتركوا في القناة